تصاعد التصريحات والتراشق الإعلامي الحاد بين حركتي فتح وحماس في فلسطين نتيجة طبيعية لغياب الحوار واللقاءات بين الطرفين فضلا عن إصرار كل من الطرفين على موقفه من ملفات المصالحة والانتخابات الخلافات بدأت هذه المرة بكلمات وصف فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس بالجواسيس بعدما منعت إيقاد شعلة انطلاقة حركة فتح في غزة فيما توعد عباس حركة حماس بمزيد من الإجراءات بينما يحضر لتصعيد جديد ضد غزة تصعيد لاحت بوادره من خلال إصدار عباس أمرا بوقف جميع الاتصالات مع حركة حماس حتى الاتصالات الثنائية التي كانت تدور بين أعضاء في اللجنة المركزية لحركة فتح مع قيادات حماس في الخارج بينما قرر بشكل نهائي عدم الذهاب إلى أي حوار مع حماس دون تسليمها قطاع غزة كاملا للسلطة حماس من جانبها قالت إن العبارات التي أطلقها عباس لا تليق برئيس وهي تعبر عن حجم البؤس واليأس الذي يتملكه جراء السياسات الفاشلة التي اتبعها فيما أكدت أنها لن تذهب إلى خيار تسليم قطاع غزة إذ أنها لم تفعل ذلك حتى في أوج أزمتها المالية والاقتصادية والأوضاع القاسية التي مر بها القطاع ولن تفعل ذلك اليوم وهي التي تعمل على فرض الهدوء على الحدود في ظل ما أحدثته مسيرات العودة من حراك حول غزة مصادر صحفية توقعت بأن تهديدات عباس قد لا تتوقف عند حل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات عامة كما جاء في تصريحاته بل من الممكن أن يصل الأمر إلى عقوبات جديدة وفصل عشرات الموظفين في القطاع المحاصر فمنذ شهر نيسان من عام 2017 والسلطات الفلسطينية تفرض عقوبات قاسية على القطاع شملت إحالة آلاف الموظفين على التقاعد الإجباري وتخفيض الرواتب بنسبة تزيد عن 50% ووقف دعم قطاعي الصحة والتعليم وخفض فاتورة العلاج وفي الوقت الذي وصفت الفصائل في غزة إجراءات عباس بالعقوبات طالبت حركة حماس بالوقوف ضد سياسة التفرد التي ينتهجها عباس والتي أدت وستؤدي إلى حالة من الانهيار الاقتصادي والمعيشية